أعزائي طلبة السنوية العامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر هاني نجم هنكمل محاضرات الفصل الأول احنا المرة اللي فاتت أو في المحاضرة اللي فاتت عرفنا على المقاومة القهربية للموصل أفكرك بسرعة كده أن كانت الار المقاومة القهربية لأي موصل بالساوي الرؤي مقاومته النوعية حاصل ضرب طوله على نساحة مقطعه وكنا استمتجنا مع بعض كده استمتاج بسيط للقانون اللي قدامك ده وتعرفنا عليه وعرفنا كل عنصر فيه معناه إيه وكنا ختمنا المحاضرة اللي فاتت بسؤال سيبنا لحضرتك تحله وأعتقد اللي انت حلته بكل بساطة إن شاء الله السؤال كان بيقول أي الأشكال اختر الإجابة الصحيحة أي الأشكال التالية يعبر عن العلاقة بين التوصيلية القهربية لمادة الموصل ومساحة المقطع أفكرتك سريعا دي اسمها المقاومة النوعية وزي ما قلتلك ده ثابت لا يرتبط بطول الموصل ولا مساحة مقطعه إنما يرتبط بنوعه ودرجة الحرارة طيب جميل خدنا التوصيلية القهربية وهي تساوي مقلوب المقاومة النوعية يعني مقلوب القيمة دي عادة هتساوي ما يطلق عليه التوصيلية الكهربية وبما أن المقاومة النوعية لأي موصل ثابت إذن توصيلية القهربية هي كمان هتكون سابت يعني لا ترتبط بالقل ولا ترتبط بالإيه ترتبط بالنوع ودرجة الحرارة أظهر أنت كده عرفت الإجابة إذن العلاقة الأولينية دي علاقة تناقصية ما خدناش أصلا لسه العلاقات التناقصية ودي معناها أنها بتتأثر بالمساحة والثانية عكسية يعني لا ما بتتأثرش برضو المساحة والثالتة ترديا برضو ما بتتأثرش بالمساحة حضرتك السجمة لا تتأثر بمساحة مقطع الموصل يعني ثابتة وده اللي بيعبر عنه دال إذن الاختيار بتاعنا هيبقى دال النهاردة هنتعامل مع تدريبات مهمة جدا مش بس على العلاقة R تساوي الرؤي إلا على إيه لا ده حضرتك هتفيدك في بقية المنهج مع اختلاف القوايا في الحقيقة إحنا يعني هنقرأ التدريب وقبل ما نحله هناخد فكرة الحل أنا عايزك تتعلم النهاردة معايا إزاي تحل أسئلة بأفكار مختلفة ده موضوع غاية في الأهمية طيب نقول بسم الله سؤال الأول طبعا كل الأسئلة اختر الإجابة الصحيحة السؤال الأول بيقولك سلك معدني معزول قطر مقطعه واحد من عشرة ملي متر نقف هنا ثانية لو سمعت أولا قطر غير نص قطر نص القطر R R سمول بيرمز لها بالرمز ده أما القطر يبقى 2R طبعا أنا هتعامل بالقطر ونص القطر فين هتعرف دلوقتي المهم اللي أنا دلوقتي هو بيقولك إن القطر بتاع هذا السلك السلك المساحة مقطعها جماعة زي ما اتفقنا بيبقى واخد المقطع بتاعه واخد شكل دايرة وهو مديك القطر بتاعه طبعا الدايرة لها مركز وبيبقى لها نص القطر اللي هي R هو بيقولك إن القطر واحد من عشرة ملي متر لما بيكتب لك صيغة كده قبل الوحدة القياس زي ملي إنت مش هتعامل بيها الوحدة الأساسية اللي بنتعامل بيها المتر الحاجة دي المفروض اللي إنت عارفها بس أنا هأكد عليها حالا أنا محتاج من حضرتك حاجتين دلوقتي تكون عارفهم كويس الملي متر والسنتيمتر الملي متر لما تيجي تحولوا للمتر بتضرب في عشرة واستسالة بتناتة المتر في ألف ملي متر فبالتالي ما تيجي تحولوا من الملي متر للمتر بتضرب في عشرة واستسالة بتناتة مهمة تكون معاكل المعلومة دي السنتيمتر لما تيجي تحولوا للمتر بتضرب في عشرة واستسالة بتنين نا وإحنا لا بنتعامل بالملي متر ولا بنتعامل بالسنتيمتر في القوانين بتاعتنا احنا بنتعامل بالمتر اللي هي الوحدة الدولية فالمعلومة دي لو سمحت تكون عندك وحضرة معاك دايما اذا واضح دلوقتي ان في عندي صيغة معيارية اللي هي الملي متر دي مش هتعمل بيها اكيد هحولها للمتر بس خلينا واحنا بنعوض في القانون نحاول طيب مصنوع من سابيكة المقاومة النوعية المادتها خمسة فعشرة قس سالب سبعة قوم متر دي معلومة خلاص دي على جنب كده دي كانت معلومة سنوية المعلومة الاساسية التانية عندي ان الرو اللي هي المقاومة النوعية بكاميا سيدي خمسة فعشرة قس سالب سبعة قوم متر طبعا افتكر معايا ان واحد كباس المقاومة النوعية كانت الام في الايه في المتر فانه اولها معايز التوصلية سيجما وبشرة فاش مشكلة انت لسه عارف ان التوصلية هي مقلوب المقاومة النوعية يعني واحد على الرو ببساطة يعني فيش مشاكل فاذا التوصلية القهربية اللي هي السجما هتساوي واحد على الرقم اللي قدامك ده اللي هو خمسة فعشرة قس سالب سبعة اذا سجما هتساوي انت لو عملتها بدماغك يبقى واحد على الخمسة دي فيها اثنين من عشرة وواحد على عشرة قس سالب سبعة تطلع فوق بعشرة قس سبعة طبعا اوم مينس ون متر مينس ون لو تيجي تبصر الاجابات مش موجودة الاجابة دي اثنين من عشرة فعشرة قس سبعة بس الاجابة صحيحة في ناس بقى عندها مشكلة صغيرة في الحتة دي نوضحها لو سمعت تمام الاجابات اللي موجودة في عندنا طبعا انا هستبعد الواحد وهستبعد للتلاتة اذا هي اما اثنين فعشرة قس ستة او اثنين فعشرة قس خمسة اتعلم معايا كده حاجة بسيطة انا عايز الرقم ان اثنين من عشرة ده يبقى اثنين ممكن تظهرلك على الكالكوليترو كده فانت تختار ما تعرفش الاجابة انا فيهم اللي صح حضرتك لو انا اخدت من السبعة دي واحد يبقى معنا كده بضرب اثنين من عشرة فعشرة هيتبقى لك عشرة قس ستة يبقى انت لما تحرك للعلامة كده تنقص لي من القس واحد اكتبها عندك فاذن دي تبقى تنين والسبعة تبقى ستة اذا الاجابة اثنين في عشرة قس ستة او مينس ون متر مينس ون ممكن في مرة يكتبها لك بشكل تاني يكتبها لك اثنين من مية لو انت حركت العلامة كده يبقى بتزود في القس يعني تبقى اثنين من مية في عشرة قس تمانية عشان تبقى تاخد بالك بس من الاختيارات فاتدرب على الموضوع ده مش عايده انت خلاص سمعته فحاول تتدرب على القصة فاذن الاجابة اللي عندي هتبقى الاجابة اثنين في عشرة قس ستة اللي هي الاجابة ده ده بالنسبة للسؤال الاولاني وواضح انه هو مباشر السؤال اللي بعد كده بيقولك ايه على نفس المسألة الطول الذي يلزم من السلك لاستخدامه مقاومة قيمتها ميت قوم تساوي نقط وحددك من قصين كده الباي بتساوي تلاتة واربعتاشر من مية يعني ايه اللي بيقوله ده يعني الراجل بيقولك الطول اللي يلزم يعني انا محتاج طول السلك اللي هتكون مقاومته ار بمية قوم طيب جميل هو ايه القانون اللي بيجمع الار والال مفيش غيره ومش هتاخد غيره الار بتساوي الرؤي اللي هي عندك في ال اللي هي دلوقتي مطلوبة على ايه اللي هي مساحة مقطع الايه مساحة مقطع السلك اللي مطلوب في السؤال هنا ال اجيب ال ال ازاي الناس اللي مش شاطرة في الموضوع ده تركز معايا لو سمحتوا ال ال في المقام دي تروح الناحية التانية تضرب في ال ايه تبقى بسط والرؤي اللي في البسط دي لما تروح الناحية التانية تنزل مقام والل تبقى زي ما هي قدل ال ال يعني ال ال هتساوي ايه قدل ال ار رح اطلها ال ايه يبقى ازا ار في ايه نقسم على الرؤي فمهم جدا اللي انت تكتب العلاقة صح لان انا وكتبتش العلاقة صح هتطلع عناتك غلط ويبقى من حظك السيء انه يكون موجود في الاجابات اذا العلاقة دي تل انا عايز ال ال طيب ال ار المقاومة قالك انا عايز طول السلك اللي مقاومته مية فال ار دي تبقى مية المساحة ما عنديش او السيز المساحة اه هنا موضلة بسيطة هو مش كان ميديك قطر السلك وانت عارف ان السلك ده والمفروض ان السيادتك عارف ان مساحة الدايرة باي ار تربيع يبقى انا ممكن اكتب العلاقة دي مكان ال ايه اكتبها باي ار تربيع والار طبعا اللي هو النص القطر على الرؤي والرؤي موجودة عندنا اللي هي خمسة فعشرة والس سالب سبعة الباي بثلاثة واربعتاشر من مية تيجي بقى حضرتك تقود كده معايا واحدة واحدة المقاومة مية ايه فيه الباي مدهلك بثلاثة واربعتاشر من مية تمام ار نص القطر كان ميديك القطر واحد من عشرة ملي متر تقسموه على الاتنين هيديك خمسة من مية يبقى نص القطر خمسة من مية بس ما زال بالملي متر زي ما قلنا تضرب في عشرة والس سالب ثلاثة هنا بقى فيه خطأ شائع عند بعض الناس يقوم يربع للخمسة من مية ويسيب للعشرة والسالب ثلاثة حضرتك دي قر تربيع القيمة دي كلها يعني حضرتك الكلام ده كله كده يبقى لكل تربيع مهم تاخد بالك بالحاجات البسيطة على خمسة فعشرة والسالب سبعة الكلام ده حضرتك يطلع واحد سبعة وخمسين من مية وانت دلوقتي تقدر تقول ان الطول بالمتر ده بالنسبة للمسألة دي الاسؤال الثاني بيقولك عند زيادة اختر طبعا عند زيادة طول موصل للضعف ونقص مساحة مقطعه للمص فان مقاومته القهربية نقط مقاومته النوعية نقط توصيلته القهربية نقط طيب هو مبدئيا احنا عرفنا ان المقاومة النوعية والتوصيلية مش هتتأثر بزيادة الطول او تغير المساحة او الكلام ده كده فاذا هي المقاومة النوعية سابتة والتوصيلية القهربية سابتة ومنحظ حضرتك ان هنا في اجابتين فيهم ان المقاومة النوعية والتوصيلية القهربية تظل سابتة يعني دلوقتي الاجابة هتنحصر ما بين الف وجيم انا بقى دلوقتي عايز اشوف ايه اللي حصل للمقاومة القهربية زي ما تعلمنا قبل كده حضرتك انت لازم الاول تكتب القانون بتاع الموضوع ر بتساوي رو اي ال على ايه نشوف ايه اللي حصل هنا هو بيقولك زيادة الطول للضعف فاتة تحط كده اتنين جنب ال ونقص المساحة للنص يبقى نص جنب الايه اتنين على نص فيها الاربعة طيب يبقى المقاومة الجديدة بقت اربعة رو اي ال على ايه ده المقاومة القديم يعني بقت اربعة ار يعني واضح كده ان المقاومة القهربية زادت الى اربعة امثالها فها طبعا عن اختار الاجابة جيم السؤال اللي بعد كده اه شغل بقى العلاقات البيانية والمفروض ان انت بقيت شاطر دلوقتي معانا ان شاء الله في العلاقات البيانية لان الموضوع ما بقاش جديد عليك هو بيقولك الشكل الموضح يمسر العلاقة البيانية بين المقاومة القهربية وطول السلك لسلاس مواد مادة اسمها اكس مادة اسمها واي مادة اسمها زي ورسم لك العلاقة ما بين الار مع الال ومديك ثلاث خطوط بيانية هنا واضح ان الزد ملها اكبر من الواي اكبر من الاس وبيسأل علي بيقولك اذا كانت الاسلاك متساوية المساحة ومختلفة في النوع عايز ترتيب التوصيلية القهربية الموضوع ده مش بنتعامل معا بالنظر انت حضرتك العلاقة اهيه ادي الار ودي الال العلاقة ما بين الار والال قانون ار بتساوي الرو اي ال على اي لما اجي اسم الار على ال ال ار على ال هتديك رو اي على اي يعني الميل تقدر تقول بتاع العلاقة دي بيساوي الرو اي على ال اي جميل صحوة في الحقيقة الاختيارات ما فيهاش المقاومة النوعية انه هو بيتكلم على التوصيلية القهربية طبعا يا استاذ التوصيلية القهربية مقلوب المقاومة النوعية يعني انا ممكن اقول لك ان الميل واحد على سجمة اي شلت الرو اي وحطت مكانها واحد على سجمة كلام زي الفويت انا لسه مدخلتش في الاجابة بتاعت السؤال انا بزبط السؤال طيب جميل يبانا عرفت ان الميل واحد على سجمة ايه هو السؤال بيقولك راتب لي التوصيلية بتاعت كل واحد هو الثلاث علاقات اللي قدامك هنا الزد هنا الواي هنا الاكس مين ميله اكبر زد دي اصيره ثم الواي ثم الاكس يعني تقوم كاتب كده والله ده كده ميل زد اكبر من ميل الواي اكبر من ميل الى اكس ولو سمحت اعمل زي ما انا بعمل كده عشان ما يحصلش الاخبط طيب الميل واحد على سجمة يبقى واحد على سجمة بتاعت سجمة ايه طبعا بتاعت الزد اكبر من واحد على سجمة ايه بتاعت الواي اكبر من واحد على سجمة ايه بتاعت الاكس طيب جميل جدا الراجل بقى بيقولك ايه اذا كانت الاسلاك متساوية المساحة يعني المساحة دي برا اللعبة بتاعتي يبقى اذا واحد على سجما زد اكبر من واحد على سجما واي اكبر من واحد على سجما اكس هو بيسألك مين اللي توصليته اعلى بما انك عايز توصيلية سجما فانت هتقلب ولما نقلب يا جماعة بنعكس علامة اكبر لا اصغر يعني دلوقتي لما نيجي نقول لك سجما زد لا دي اقل من سجما واي اقل من سجما اكس شوف لبقى الاجابة في دول سجما زد او سجما اكس اكبر من سجما واي اكبر من سجما زد اللي هي الاجابة به ده اجابة السؤال ده بكل بساطة شوف انا مشيت خطوات فانت لازم تمشي الخطوات ديت وما تستعجلش الموضوع مش في هلوة خالص يعني طيب بقولك اذا كانت الاسلاك بقى من نفس المادة طيب بيسأل على مين بيسأل على المساحة هو بيتكلم على نفس الشكل كلمة من نفس المادة لو رجعنا نفس العلاقة اللي قدامك دي نفس المادة يعني نفس المقاومة النوعية ونفس التوصيلية الكهربية يبقى انت هتشيل السجما وتخليها ده معنى كده الواحد على الايه بتاعة الزد اكبر من واحد على ايه بتاعة الواي اكبر من واحد على ايه بتاعة الاكس طيب جميل هو بيسأل مين مساحته اكبر مش مقلوب المساحة فانت لو لو قلبنا نعكس يعني الايه بتاعة الزد كده اقل من الايه بتاعة الواي اقل من الايه بتاعة الاكس او الايه اكس اكبر من الايه واي اكبر من الايه زد اللي هي الاجابة بيه عندنا بقى ملاحظة مهمة جدا قبل ما نحل التدريب اللي بعد عزيز الطالب ركز معايا ازاي بنعمل مقارنة ما بين كميتين فيزيائيتين او نزدة هنطبقى الكلام ده على القانون اللي قدامنا ار بتساوي رو اي ال على ايه او رو اي بتساوي ار في ايه على ال او سيجما بتساوي ال على ار في ايه ممكن يطلب من حضرتك نسبة ما بين مقاومتين كهربيتين ممكن يطلب نسبة ما بين مقاومتين نوعيتين او توصليتين كهربيتين لموصلين مختلفين في النوع وسواء دي او دي او دي بالطريقة واحدة يعني لو حبينا نعمل نسبة ما بين مقاومتين كهربيتين نقول عندك موصل مقاومتو ار وان وموصل مقاومتو ار تو فانت بتكتبها كده وممكن يقولك ار تو الى ار وان ما بيش مالع هتقلب عاد يعني الجهة الثانية تشد كسر كده طويل في عندك كما عنصر موجودين في الجهة الثانية او كمية فيزيائية ثلاثة المقاومة النوعية والطول والمساح طيب نكتبهم الاول يعني انت عندك هنا في الرو اي وفي ال وفي ايه الرو اي وقل وايه تكتبهم كده بسط ومقام لحد ما توبع الشاطر في الموضوع ده الار مع الرو اي طردي ومع الال تردي بما انك كتبت هنا اروان يبقى دي رو اي وان ودي ايل وان ده لو افترضنا ان السلكين مختلفين في النوع لو ملايهم نفس النوع ده موضوع هتكلم فيه دي وقت حالي اما الار مع ال ايه عكس بما انك كتبت الار وان هنا يبقى ال اي وان اه والار تو يبقى دي الرو اي تو والل تو وتبقى دية ال اي تو تبدأ البداية دي ات والبعد كده انت متعلمه قبل كده معايا طيب يجي يقولك سلكين من النحاس او سلكين من نفس النوع او سلكين من الفضر هو بيقول لك ان الرؤي دي ثابت فانت مش هتحطها في النسبة فانت هتكتفي اللي انت هتكتب لي R1 على R2 بتسوي L1 في E2 على L2 في E1 قال لك سلكلة هما نفس الطول ومن نفس النوع خلاص يبه هو كمان ثبت لك الطول فانت مش هتحطه الطول وساعتها تكتب لي R1 على R2 بتسوي E2 على E1 وهكذا حتى لو ثبت لك المساحة ما بتتحطش بتحط مكانها الكمية اللي بيتكلم عنها طيب جميل جدا احيانا ما يجيب لكش المساحة يجيب لك القطر او نص القطر طيب ما حضرتك عارف ان مساحة مقطع السلكة عادة هي B-R تربيع فبالتالي انت لو كتبت لي R1 على R2 بتسوي R1 على R2 ولو سابت بنشيلها L1 على L2 ولو سابت بنشيلها E2 تبقى المفروض B-R2 تربيع على B-R1 تربيع ال-B ده سابت انت حضرتك بتشيله من هنا وبتشيله من هنا ما لناش دعوة به فبتكتب العلاقة بالشكل اللي قدامك دوت والرؤية سابت او للي سابت ما تشال من النسبة فانت بتكتيرها كده وما تنساش ان R تبقى تربيع تمام حتة مهمة جدا احنا من شوية حلنا مسألة كان عندنا الطول بالملي متر او كان نص القطر بالملي متر حولناه للمتر قولتلك لو بالسنتيمتر بتحوله في النسب مفيش داعي يعني انت لو ده بالملي متر والطول بالملي متر او بالسنتي وده بالسنتي ما انت لو دربت بسط في 10 و السليب 2 ولتحت في 10 و السليب 2 هيترو مع بعض في النسب في النسب لما تيجي داعب النسبة بكده اهم حاجة ان البسط يكون لي نفس وحدة المقام يعني لو هو طول يبقى بالمتر والمقام الطول بتاعه بالمتر او بالملي متر والملي متر او بالسنتيمتر والسنتيمتر تمام اول مساحة بالسنتيمتر تربيعي يبقى المساحة بتاع التانية بالسنتيمتر ما يفعش يبقى مختلفين عن بعض في وحدة القياس لحتى مهمة تاخد بالك منها عشان تعمل النسبة صحة انت كتبت العلاقة كده بتبدأ تعوض زي ما احنا هنشوف التمرين اللي جاي طب انا لو عايز اعمل الكلام ده نفس الفكر هنا نفس الفكر هنا بس هو ساعتها طبعا هيجيبلك موصلين مختلفين في النوع ويطلب منك النسبة ده مقاومتهم النوعية فنفس الكلام لو هو طالب نغيرها مثلا مقاومة نوعية للموصل الثاني الى المقاومة النوعية للموصل الاول تمام الجهة الثانية من القانون بعد ما كتبنا القانون فيه ثلاث عناصر ال-R وال-A وال-L ال-R وال-A وال-L بكل بساطة الرؤية مع ال-R تمام علاقة طردية يبقى هنا وان وهنا او طالما انا كاتب تو الى وان يبقى دي معلشي هنخليها تو ودي وان ودي ال ايه يبقى تو وان اما ال ال بالعكس يبقى وان الى تو سمع واحد بيقول لي انت مش اي لنا ان الطول او النساحة ما بيأسرش في المقاومة النوعية لو اتغير تمام بس احنا هنا بنجيب نسبة ما بين مقاومتين نوعيين نسلكين عن طريق المعلومات بتاعته الطول والمقاومة والمساحة. ما قلت لبيش انه الطول زاد فا الاه يحصل للمقاومة النوعية. ده هو ج husk في مسألة. وقال لك موصل طوله زاد للضعف وعايزين للنسبة بين مقاومته النوعية الجديدة الى مقاومته النوعية الاولانية. لا ملكش دعوا بالكلام ده سبطة ملاش علاقة بالموضوع ده. تمام لكن الكلام ده انفع مع المقاومة القهوربية يعني لو قلت لك موصل طوله زاد للضعف عايز النسبة بين مقاومتين القهوربيتين قبل وبعد او بعد وقبل يبقى انت بتعمل النسبة عادي جدا لكن لازم تكون مصحصح لو سمعت ان الطول المساح ما بيأثروش على المقاومة النوعية لنفس المواصل لكن انا ما اتكلمت في الموضوع ده وتقلت لك موصلين مختلفين في النوع فانت ممكن تعمل النسبة كده عادي مفيش ادنى مشكلة نفس الكلام مع السجما يا جماعة لو عايزين سجما 1 على سجما 2 الجهة التانية يبقى فيه عندك ال L والR والA بما انك كاتب 1 الى 2 هي حاجة طرد معها واحدة بس يعني مجازا كده يبقى دي 1 ودي 2 اما دول بالعكس يبقى ده 2 2 1 1 ومن السجل وفاكدنا المساحة بالR تربية تتحط الR تربية تعال نطبق على طول كده بتمريننا السؤال بيقول لنا اختر الاجابة الصحيحة سلك من الفض طوله 20 متر ومساحة مقطعه 5 من 10 سنت متر تربية مقاومته بتساوي نقط اذا علمت ان سلك اخر من نفس المادة يبقى فيه عنده سلك تاني من الفضة لكن طوله مختلف 5 متر ومساحة مقطعه 2 من 10 سنت متر تربية ومقاومته القهربية 4 اوم سيارات هل هو 2 و 6 من 10 ولا 6 و 4 من 10 اوم ولا 8 اوم ولا 10 اوم طبعا فيه اكتر من طريق حل عشان تبقى فاهم بس انا افضل في الموضوع ده اللي انت لو شاطر في موضوع النسبة دي خلص الموضوع بالنسبة لك سلكين وطالب منهم مقاومة واحد والاتنين من نفس النوع تكتب القانون قدامك لو سمحت حتى لو شاطر عشان ما تغلطش R بتساوي الرؤي L على A طيب السلكين من الفضة لو قرأت الكلام السلكين من الفضة يعني بيهم نفس المقاومة النوعية اذا الرؤي مش هتتحط في النسبة بلناش دعوة طيب هو عايز سلك الاولاني مثلا يبقى ده مقاومته R1 اعمل نسبة يبقى R1 الى R2 طب الر مع الر يبقى ده واحد وده واحد مع الر عكسي والر مع الر يبقى ده اثنين ومع الر عكسي يبقى ده اثنين نص حل المسألة كلا من ده وصلت للكوز ايه دي خلاص الباقي اعتقد ان هو يبقى تعويض مباشر ما فيش مشكلة سلك من الفضة طوله طوله يبقى ده السلك الاولاني 20 ما كان ال L1 نكتب 20 مساحة مقطعه 5 من 10 سنتي يبقى E1 هنكتبها 5 من 10 وسبها بالسنتيمتر تربيع دلوقتي مقاومته اللي هي ال R1 يبقى ال R1 دي طلبها نجي بقى للسلك التاني السلك التاني طوله 5 متر ده كان 20 متر وده 5 متر نفس الواحدة يبقى التخير الدنيا يبقى ده هنا 5 متر مساحة مقطعه بالسنتيمتر تربيع والاولاني بالسنتيمتر تربيع يبقى تمام يبقى ده حضرتك هيبقى فيه 2 من 10 وده 5 في نص والمقاومة السلك التاني قالك ب4 قوم طبعا كلام ده بالكالكوليتور هتضرب ده وتقسمهم وبعد كده هتضربهم في ال 4 يعني بعد ما تخلص ده هتضربه في 4 تطلع ال R1 اللي هي هتطلع مع حضرتك 6 و 4 من 10 قومة لاحظ اللي انا هنا استخدمت النسبة في حساب المسألة دي مع ان هو مش طالب نسبة بس انا شايفها اللي انت لو تعودت عليها هتبقى اسهل نشوف بقى سؤال تاني على نفس الجزئ اللي احنا بنتكلم فيها دي بيقول لي سلكان من النحاس هنا مفيش أرقام بقى بيقول لي طول الاول ضعف طول التاني يعني في عندك سلك اولاني وسلك تاني ممكن تقول لي ان L1 بتساوي 2L2 واحد تاني يقول لي مين الاصغر L2 طول الاول ضعف التاني يبقى L2 لو قلنا ان هو L يبقى L1 ب2L واحد يقولك طب لو ده متر ده 2 متر صح مش مشكلة ممكن تفرض ارقامه يبقى ده ضعف دوت مفيش اي مشاكل خالص بس اللي انا بعمله ده يمكن هو ايكون الافضل قطر التاني ثلاثة امثال قطر الاول لما احنا جينا حلنا سؤال من شوية والتلك ان المساحة باي R تربيع ال R ده نص القطر تمام لما تيجي تعوض في اي مسألة عن R small اللي هي نص القطر لازم يبقى فعلا نص القطر يعني لو عندك قطر لازم تقسمه على الاتنين اما في النسب اللي بينطبق على الاقطار ينطبق على انصاف الاقطار يعني ايه يعني لما يجي نقولك ايه دايرة قطرها ضعف قطر دايرة تانية هي نفس الجملة لو انها دايرة نص قطرها ضعف نص قطر الدايرة التانية فانا مش محتاج اللي انا اقسم ولا الكلام ده دي نسبة يعني هو لما يجي قولك ايه قطر التاني ثلاثة امثال قطر الاول دي معناها ان في عندك نص قطر تاني ونص قطر اول من الأصغر في الاتنين قطر التاني سلاسة أمثال قطر الأول يعني ده الأكبر يبقى قطر التاني تلات أمثال ده فلو ده افترضنا R يبقى ده حضرتك تلاتة R أو عايز تقول لي أنه R2 بتلاتة R1 برضو مفيش مشكلة احسب النسبة بين مقاومة التاني R2 إلى مقاومة الأول R1 كلام ممكن يتوه بعض الناس ولا أي حاجة أنا كتبت المعطيات قدامك إيه القانون زي ما أنت شايف طالما عايز مقاومة إلى مقاومة يبقى العلاقة اللي هنشتغل بيها أهل طب دي بس بكانت إيه تبقى العلاقة اللي قدامك دي لأن الشغل هنا على نص قطر طيب جميل جدا السلكين من النحاس يبقى حضرتك المقاومة النوعية والمقاومة النوعية مش معايا في النسبة طب هو طالب الR2 إلى الR1 وماله الR2 إلى الR1 هتقلي بالكلام ده يعني هنا كده الR يبقى هنا في الموضوع فيه L وفيه R تربيع فيه L وفيه R تربيع والR مع الL تردي فبما إن دي R2 يبقى دي L2 تمام والR مع الL تردي يبقى دي L1 ومع المساحة أو مربع نص القطر اللي قدامك ده عكسي فديه بقى دي 1 ودي 2 شوف أنا ناشي خطوات بسيطة تمام بهدوء عشان ما تغلطش بعد كده التعويض ما فيش أسهل منه طيب يبقى الR2 إلى الR1 L2 بL L1 ب2L تمام R1 بR أدي R1 R تربيع لو سمحت R2 بتلاتة R تربيع لو سمحت برضو دي المعضلة اللي أنا عقول اللي أخد بالك واحد يوم كاتب لك 3R2 غيرت غلطة ممكن يكون من حظه السيء إنه تكون في الإجابات لازم التلاتة R تبقى لكل تربيع لو سمحت مش تربع للR تربيع وتسيب للتلاتة لأنه على بعضها هي ده تنص القطر لإيه نص القطر التاني طيب جميل جدا إذن دي هتطير مع دي والR تربيع لما تربع التلاتة دي تبقى تسعة R تربيع فدي تطير مع فوق هيتبقى لك في القصة دي البسط ما فوش أي حاجة يبقى واحد والمقام اتنين في تسعة يبقى تمنتاشر يبقى النسبة سيادتك تبقى الR2 إلى الاروان واحد إلى تمنتاشر اللي هي الإجابة جيد عندنا بقى ملاحظة مهمة جدا هنقولها وبعد كده ناخد عليها تدريبات نختم بيها المحاضرة بتاعت النهار جي لك سئلة يقولك إيه موصل أو سلك أعيدة تشكيله تم سحب سلك وأعيدة تشكيله ضغط سلك وأعيدة تشكيله الحوار ده سريعا أنا لما بيكون عندي سلك بالشكل ده كده بأي طريقة عن طريق السحب بأجهزة أو عن طريق الصهر وإعادة التشكيل يعني أصهره وارجع أعمله سلك تاني ممكن أعمل منه سلك مساحة مقطعه وتبقى أكبر ممكن تبقى مساحة مقطعه وتبقى أصغر أكيد طوله هيتغير لكن تاخد بالك بقى من حاجة مهمة عشان يبقى أساس الشغل في إعادة التشكيل في فرق أجماع ما بين لما أقولك سلك زادة طوله للضعف ده معناه أنه أنا جبت لحمة معه سلك تاني من غير ما أغير المساح أو سلك اللي عبنا في مساحته فحطينا معه سلك تاني فبقى المساحة زادت للضعف فده كلام عادي لكن أول ما يقولك مصطلح أعيدة تشكيله أو صوحدة أو صهرة وأعيدة تشكيله يبقى لازم تشتغل باللي أنا هقوله دلوقتي أول هام السلك ده لما يعد تشكيله كده يبقى الفوليوم بتاعته الحجم هو هو يعني حجمه الأولاني قد حجمه التاني قبل إعادة التشكيل بيساوي حجمه بعد إعادة التشكيل السلك ده واخد شكل استوانة وحجم الاستوانة مساحة المقطع في الطول إذن حجم السلك هيبقى مساحة مقطعه في طول يبقى دوان ودوان أصبح إيتو في إلتو بكل بساطة لو جبنا دي هنا وجبنا دي هنا يبقى الإيوان على الإيوان بتساوي الإلتو على الإلوان أو الإلوان على الإلتو بيساوي الإيوان على الإيوان إيه معنى الكلام ده؟ ببساطة علاقة عكسية صريحة جدا يعني لو قالك أعيدة تشكيل سلك وزادة طوله ضد ضعف وإنت مغمض على طول يبقى مساحته قلت للمص تمام؟ خد بالك بقى أن هنا كمان الإيه عبارة عن باي أر تربيع باي أر تربيع على باي أر تربيع ودي وان ودي تو طيب كمين يبقى أنت دلوقتي لو اتكلم على نص القطر وقال لك سلك أعيدة تشكيله وقطره أو نص قطره زاد للضعف يعني ده بقى ضعف ده ده كان واحد ده هيبقى اتنين اتنين تربيعته بأربعة عشان تاخد بالك من التربيع يعني خلاصة الكلام في إعادة التشكيل لو بيتكلم على الطول طوله زاد للضعف أو قل أو حصل له أي حاجة عكسه يحصل مع المساحة طوله زاد للضعف يبقى مساحة قل للنص طوله زاد لتلت أمثال يبقى مساحة قل للتلت طوله بقى يعني مثلا 500 مما كان عليه يبقى المساحة بقت واحد على 500 مما كانت عليها مقلوب لو دخلك نص القطر في الموضوع أنت مش هتدخل للطول مع نص القطر هو اللي هيجبرك اللي أنت تدخل نص القطر مع طول بمعنى هو رح متكلم على نص القطر حقيل لك نص القطر زاد أو قل تربع وتعكس يعني قال لك نص القطر زاد للضعف تمام الضعف ده تربيعه أربعة تعكس يبقى حضرتك الطول قل للربع تمام يعني هنا ده بقى ضعف ده تربع يبقى بقى أربعة واحد على أربعة يبقى حضرتك الطول قل للإيه للربع ده لو ذكر لك القطر أو نص لإيه نص القطر لكن بقيت الشغل عادي جدا مفيش اي مشكلة خالص في النسب والكلام ده فدي قصة بس اعادة التشكيل حبيت اوضحها مع حضرتك وهقولك برضو ملاحظة صغيرة واحنا بنحل ناخد كده على طول تمرين يعني هنا بيقولك ايه اذا اعيدة تشكيل سلك من النحاس بحيس يزداد طوله الى الضعف مقاومته يحصل لها ايه هنحلها بطرقتين مقاومته يحصل لها ايه ومديني معلومة عن الطول القانون اللي هتشتغل بيه ار بتساوي الرؤي الا علي ايه فكز لو سمحت معاي نفس السلك اكيد طالما بتعمل عادة تشكيل لنفس السلك يبقى الرؤيدي سابت مانناش دعوة بيه اذا دلوقتي الار تتنسب طرديا مع الال وعكسيا مع الايه هو مش طالب نسبة هو يعني انت ممكن تحلها كده من غير ما تعمل نسبة طيب هو بيقولك ايه زادة طوله للضعف فانت تقوم جاي عند الال دي تحط جنبها اتنين على طول جنب الايه نص اوتوماتيك طالما اعادة ايه تشكيل تزاد للضعف يبقى المساحة قلت للايه للنص اتنين على نص باربعة يبقى المقاومة الجديدة بقت اربعة مما كانت عليه يبقى كده الاجابة هنختار تزداد الى اربعة ايه اربعة امثلة تمام طيب في طريقة حل تانية شايف العلاقة اللي قدامك دي اربعة ساوي رو ايه ال على ايه تمام لو حصل اللي انا هنا ضربت في ايه على ايه عندك مشكلة ما عندش اي مشكلة طيب ال ال في ال ايه ده الحجم وال ايه في ال ايه ده ايه تربيع يبقى اذا ال ار تتناسب عكسيا مع ال ايه تربيع عند ثبوت الحجم وفي اعادة التشكيل الحجم سابت اذا لو ذكر لك حصل ايه للمساحة يبقى ال ار عكسي مع مربع المساحة تم المساحة دي بقى ايه ار تربيع يبقى اذا ال ار تتناسب عكسيا مع واحد على ار تربيع وكمان تربيع يبقى ار اسربعة طب يا استاذ لو كان ذكر لك قصة الطول بدل ما تضرب في ايه على ايه اضرب في ايه على إل والإ في الإل يعني حجم والحجم سابت لكن الإل في الإل إل تربيع يبقى إذن الار تتناسب ترديا مع الإل تربيع شايف اللي قدامك دول ممكن نحل بيهم بس لو سمحت في إعادة التشكيل يعني ما ينفعش في أي سؤال أو أي مسألة غير لما يقولك صحبة سلك ضغطة سلك أعيدة تشكيل سلك هو اللي قدامك دول يعني موجعش دماغي في الكلام اللي موجود والله سهل هو مش صعب ولكن لو جينا نحل السؤال مرة تانية هو كان بيقولك إيه بيقولك أعيدة تشكيل سلك بحيث يزداد طوله إلى الضعف طوله 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 أهو يستشتغل عاديه من غير ما نبص للمساح لأن انت خلصت أصلا من المساح ضعف تربيع الضعف يبقى يبقى المقامة زادت لأربع أمسالها وخلص الحوار على كده لو قالك بقى مثلا إيه طب أعيدة تشكيل سلك وزداد قطره للضعف يبقى تخليها اثنين ضعف بس دي قصة أربعة قلت إلى واحد على إيه إلى واحد على 16 فأنت ممكن تستخدم الثلاث علاقات اللي قدامك دول بشكل مباشر من غير ما تبص إلا حصر للكمية الفيزيئية التانية أذكرلك المساحة قطرة تناسب عكسية عما طول مع مربع المساحة القطر أو نص القطر مع قر قصة أربعة الطول يبقى ترضي مع القل تربيع وخلص الحوار بالنسبة لنسبة لإعادة التشكيل النهاردة خلنا حاجات مهمة جدا يا شباب حاجات مهمة جدا جدا لازم تتدرب عليها لازم تعيد المحاضرة دي وتسمعها أكتر من مرة وتحل لوحدك عشان تبقى شاطر في المواضيع اللي احنا تكلمنا فيها النهاردة تكلمنا على تدريبات أو خدنا تدريبات على المقامة القهربية والنسب وعادة التشكيل والقصة دي وزي ما تعودنا كل مرة هناخد سؤال حضرتك تحله وهنتناقش فيه في بداية المحاضرة اللي جاية سؤال النهاردة اختر اللي جاية الصحيحة سلك من النحاس مقامته R تم سحبه بحيث يزداد قطره إلى الضعف مقامته تصبح هل 2R ولا R على 4 ولا R على 8 ولا R على 16 انا متأكد ان انت هتحل السؤال ده صح وان شاء الله نحله مع بعض في بداية المحاضرة الجاية نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته